بعثة المنتخب الولومبي المصري حتتحرك من القاهرة يوم 16 عشان تكون في توكيو تدخل الفقاعة الطبية الخاصة بالدورة الولومبية ابتداء من يوم 17 قبل خمس ايام من المباراة الاولى للمنتخب الولومبي في الدورة فبالتالي وفقا لهذا الاجراء الياباني المشدد لان الحقيقة كمان اليابانيين عندهم تشديد في العادي فما بالك بظروف الاحترازية وجائحة كورونا بمتشددين قوي بعثة اوغاندا لما وصلت هناك امسك اكشف اعمل بسيار طلع واحد واثنين كورونا فخلاهم عندهم هذا التخوف الشديد جدا من انك انت لا ما نستناش لغاية لما تحصل مشكلة في الدورة الولومبية وتفسد الالعاب الولومبية من البداية فيه اجراءات مشددة جدا هتمشي كأنها دستور بجد فالتحاد الكورة ما عندوش اي فرصة يأخر سفر بعثة المنتخب الولومبي صحيح ان الكابتن شاوي غريب اجل شوية اعلان القائمة النهاية اللي حيسافر بيها لكنه في النهاية حيرضخ لمعادة السفر يوم 16 عشان يسافر يوم 16 الاهل بيلعب يوم 17 في المغرب ايه اللي يحصل؟ بس مع اصوات يقولك الاهل عليه يضحي يضحي بايه؟ يضحي ازاي؟ يعني فيه فريق بيلعب مباراة فيه الدور النهائي لدور الابطال مسيماني ما عندوش فرص للاختيار الا في القائمة اللي هي معتمدة ومتسجلة فبالتالي مدرب المنتخب اي منتخب وماشت واسعة جدا مش عايز ياخد الشناوي يقدر ياخد ابو جبل يقدر ياخد جنش يقدر ياخد حتى اي حارس مرمى من الحراس اللي معاه كل لعب في النادي الالي له بدايل في الفرق الاخرى عند كابتن شاوية غريب اذا كان فعلا استحال التنسيق فهنا مش رغبة النادي ولا ظروف النادي مقدمة على ظروف المنتخب لا احنا كلنا بنتكلم في هدف واحد وفي اتجاه واحد لكن في حد عنده بدايل وفي حد ما عندهش بدايل فالحل الافضل والحل الانسب ان اتحاد الكرة ويا ريت كمان المهندس هنا بريد يكون حطت ايده في هذه المشكلة مع الاتحاد الافريقي ما يحصلش حاجة انه المعاد بدايل ما 17 سبعة يبقى 15 سبعة لعبت الاهل تشارك مع الالي واللي عايزه كابتن شاوية غريب الالي مش هيتأخر سواء حتى لو هيلعب بقيت مباريات الدورة هنا اثناء الفترة الولمبية بدون لعبة المنتخب الالي الالي مش هيتأخر ليه لانه محليا المسألة ما فيهاش قايمة زي القايمة الافريقية وعنده فرص حتى ياخد من الناشئين وعنده فرص حتى لو هيضحب اي مباراة محلية ممكن جدا سهلة التعويض لكن بنتكلم على فاينال افريقيا وبنتكلم على بطولة مؤهلة لبطولة العالم وبنتكلم على مواجهة فريق بقوة كايزر تشيبز مهما محاولات التنويم المغنطيسي عملت ده فريق محترم وفريق قوي وكل انه يوصل الناس لما قابل سينبا قالك لا مش هيتطلع سينبا طلع سينبا قابل الوداد قالك لا لا خلاص الوداد فرصه سهلة ومترتباله انه يلعب في النهاية ويلعب في بلده ويلعب بحضور جماهير لكن 180 دقيقة كايزر تشيبز ما قادرش او شباكو ماهتزدش مرة واحدة فاصبحت الفكرة انه ده فريق قوي عليك ان انت تستعدله بكل قوتك علشان كده اعتقد انه الحل النموذجي لهذه المشكلة مزيد من الضغط على الاتحاد الافريقي واقناعه لانه المطلب عادل جدا كانت قال انه الاتحاد جنوب افريقيا وافق او كايزر تشيبز وافق على فكرة التقديم يوم او يومين لكن اعتقد موقع يلا كورا فاجئنا بتصريح لقبل قليل للمدير التنفيذي للتحاد جنوب افريقيا اسمه تيجو مونتلانت قال انه لم يتم تقديم اي طلب للاتحاد الافريقي من جانب الكاف لتقديم موعد نهائي دوري الابطال وقال كمان ليلا كورا لم نخاطب الكاف بشأن الطلب يخص تقديم موعد نهائي دوري الابطال قال هناك تفاهم لمسألة عدم وجود احقية لنا بشأن استدعاء لعبين من كايزر تشيفز للمنتخب الولمبي في هذا التوقيت بدون موافقة النادي وقال انه يوم التلاتة حيكون فيه اجتماع اللي هو بكرا ان شاء الله مع مدرب المنتخب الولمبي علشان نستقر على احتياجات مدرب المنتخب الولمبي لو المنتخب الولمبي الجنوب افريقي لانه هو مشارك في توكيو ايضا عنده احتياجات لعيبة من عناصر المنتخب الولمبي في كايزر تشيفز هيسهل المسألة شوية هتبقى سهلة شوية لكن اعتقد حتى كايزر تشيفز عنده مشكلة لانه عنده ست لعيبة عودهم بتنتهي فبالتالي علشان يفضلوا موجودين على قوته لغاية منتصف شهر يوليو محتاجة انه يجدد عقوده او يستبقى هؤلاء اللعابين دي مشكلة محلية يقدر يحلها لكن ما نتمناه انه يتم التنسيق بشأن تحديد موعد او تقديم موعد النهائي دوري الابطال دي يمكن المشكلة الوحيدة المثارة والمعلقة حتى الان فرقة الاهلي بعد انتهاء مباراة الترجي مستر بيتسو موسماني رجل المناسبات الكبيرة ومعرفش ازاي رجل المناسبات الكبيرة الناس تعيب عليه في مطشط صغيرة ويرجع الكل يعتارف بيه انه ده رجل المهم الكبيرة اعتقد اللي يقدر يعمل الكبيرة واللي حقها الكبيرة سهل عليه الصغيرة فوز الاهلي بدوري ابطال او تأهل الاهلي من ثم فالوا عليه الكمال ان شاء الله تأهل الاهلي للمباراة النهائية في دوري الابطال كان له صدق كبير جدا في مختلف وسائل الاعلام الصحافة المكتوبة الصحافة الالكترونية الكل ابتهج وبصم بالعشرة انه الاهلي راح النهائي عن جدرة كاملة اشتركوا في القناة